اشتركوا في القناة كل ما يخص هذه القدم المهمة جدا معنا الدكتورة رانيا سيد استشارة للاجة الطبيعة سبنا بالطب الأسر العيني بسعر خير يا دكتور رانيا أخبارك إيه دكتور رانيا يعني موضوع القدم السكري داي ممكن بقى أنا كده كم سنة حاجة بسيطة لسه ابتدينا نتكلم فيه لكن زمان كان بيحصل بتر للقدمين وما كانوش عرفوا إيه الأسباب وفاجأة قولك أصلها جالها غير غيرينة عارفة زمان بقى والأفلام بتاعت زمان معايش أنا بحب أتكلم دايما بالعمي وبالمعلومات اللي الناس تفهمنا بيها أيوا والحد دلوقتي والحد دلوقتي القدم السكري يعني مش ناس كتيرة دخلة فيه يعني في علاجه وبيوصل ناس كتير عشان إحنا في الفيلد فبنشوف ناس كتير بتوصل لكده لو ما تلحقوش وتعالجوا صح إحنا نقف عن الجملة دي إن كتير جدا بنسمحها من الدكاترة بس اللي بقيت ستوليت بالضبط بالضبط تيجي تقول لنا أنت إزاي سايب رجلك كده طول الوقت ده صح كده بالضبط كده طيب خليه بقى نعمل فلاشباك ونروح من الأول بالضبط يبتدي إزاي أي ستة عندها سكر أو أي رجل عنده سكر يبتدي يعني إزاي بقى الرجليه وعشان ما نوصلش للمرحلة دي وتقول لنا بقى كمان وهندخل كمان للي برضو عشان يبقوا معنا مشاهدينا إيه الأخطاء الشائعة إيه الحاجات الغاطة راحة بنعملها ممكن توصلنا لسامح الله للمرحلة دي تمام أولا السكر هو عبارة عن اتراف عملية التمثيل الجزائي للكاربوهايدرات نتيجة لنقص إفراز الإنسولين أو مشكلة في العمل بتاعه نعم تمام دي في البداية طيب الأول يعني إيه قدم سكري يعني إيه كلمة دي وجات منينه وبتحصل ليه بتحصل لأن الناس اللي عندهم سكر دوا في عندهم مشكلة قلنا في التمثيل الجزائي للكاربوهايدرات تمام فإذا الجلوكوز اللي موجود دوا بيتحول لمادة اسمها السوربيتول المادة دي أول حاجة بتدخل تعملها تعمل تلف الخلايا العصبية تمام يعني اللي عندهم السكر بيبقى أصلا عندهم سوق تغذية يعني نسميها يعني إن التغذية ما تصلش ما هو لو هو بقى مش منظم أكله ومش ماشي في السكة بتاعت تنظيم الأكل الإنسولين في الموعيد بتاعته بالضبط هي كلها سيركل واحدة طيب بندخل بعد كده نقدر المعلومة لنفهمها إن السكر بيأكل الأعصاب بيعمل تلف في الأعصاب وبيأثر على أهم حاجة لسببة التلف ده إيه لما يكون السوربيتول ويكون النقص الأكسوجيني الواصل للخلايا ده بيعمل مشكلة بيعمل ديق في الأوعية الدموية تمام والمشكلة إنه هو ما بيعملش ديق دوا في الأوعية الدموية الكبيرة اللي هي السيستاميك اللي هو لو أنت خدت أي دوا ممكن يحسنك إيه الأوعية الدموية دي لا بيعمل مشكلة في الأوعية الدموية والشعيرات الدموية الدقيقة اللي هي حتى الأدوية اللي بتتاخد بالأورر عن طريق الفم ما بتجيبش نسيجة فيها لأن الأدوية كلها بتشتغل على السيستاميك سيركيليشن اللي هي الدورة الدموية العامة مش الدقيقة والدقيقة هي اللي بيبقى فيها المشكلة طيب تمام يبقى هي كمان بيصاب الشعيرات الدموية الصغيرة أو الدقيقة جدا اللي هي مش الكبيرة نقدر نعالجها بسهول بالزبط تمام طيب ايه اللي مطلوب من مريض السكر اول حاجة العناية اول حاجة هناخد منها العناية طبعا بالاكل والشرب دي يعني نمبر وان لان ماينفعش ان انت تبقي عندك سكر وتبقي مش ملتزمة في اخذ موعيد الجرعات بتاعت الادوية ماينفعش ان انت يبقى كل حاجة عايزة تاكلي حلو بتاكلي في الوقت اللي انت عايزاه عايزة تاكلي اكل كتير بقى رز ومقارونة ومنشويات بشكل مبالك فيه لان دي كلها في الاخر كربوهيدرات وفي السيركل بتاعتها جوه الجسم تتحول لجولوكوز فهندخل في نفس المشكلة والعلاج حتى العلاج اللي احنا بنقدمه احنا عامينه طريقة علاج جديدة في العلاج الطبيع للمشكلة دي انا عاملة فيها رسالة الدكتورة بتاعتي طب ده حلوة قوي من عشان كده بقول دايما كل يوم بنحاول نجيب الجديد والجديد في الابحاث وعلم الحديث طب قولنا ايه بقى الجديد في الموضوع احنا زي ما اتفقنا انه فيه التهاب الاعصاب الترفية لمرض السكر دوان بيحصل نتيجة دي في الشعيرات الدموية التهاب الاعصاب الترفية لليدين والقدمين ولا القدمين دايما فقط الاحزاس لمرض السكر بياخد شكل جوانسي في اليد وياخد شكل شراب في الرجل وياخد شكل شراب يعني ايه يعني ايه يعني انا دلوقتي ما اجيش تكي ايه شكل التنميل اللي انا حساية دوان بيأثر أول حاجة على الإحساس عندنا نوعين من الإحساس إحساس سطحي وإحساس عميق في الجسم اللي عنده سكر بيتأثر النوعين دولة من الإحساس يعني أحيانا بنلاقي فيه ناس صابعها مثلا بتتني الوحدية وبتقدرش تفردها بسي هو إحنا الترتيب الأعراض في الأول بيحصل إيه تنين تقلي في اليد أو في الرجل فقد للإحساس دي مرحلة متأخرة رابع حاجة بقى يبدأ يحصل التقرحات لا قدر الله لو إحنا كل ده إحنا مش مهتمين بالأعراض دي وهي دي أصلا المشكلة الكبيرة بتاعت القدم السكري إنه أعراضها ما هيش في بداية أعراضها ما هيش مفزعة بمعنى إيه أنا حاسة بشوية تنميل أنا حاسة بشوية تقل في رجلي وإحنا عندنا العيان تلوما إن أنا ماشي على رجلي يعني والدنيا ماشي مدام أنا لسه على رجلي فماشي أول ما رجلي فدايما الحالات دي داعيب إنه المرض ده طريقة بدايته يعني طريقة مخيفة مخيفة بمعنى إيه إن هي سهلة زيادة عن النزوم فالواحد ما بيكتشفش غير بعد ما يكون إيه حصل كومبيت أوبستركشن خلاص القواية الدموية تقفلت تماما تماما يبقى ندخل بقى في السكة التانية اللي هي لقدر الله بقى اللي هي الغرغرينة والبتر والكصة دي لأنه ما القواية الدموية اللي بتدي هتكون في الحالة دي تقفلت تماما طيب خليني أنا أخدها مرحلة مرحلة وما نخوفش المشاهد اللي عنده السكر بيزا طيب دلوقتي إنت بتديت تحس تنميل بنيك ورجليك تنميل كهرباء أو كهرباء آه يقولك فأنا بحس بحاجة عصب كده حاجة نار المكان بتاعها قلنا إيه في الحتة اللي بتبس فيها الجوانتي فيه الجوانتي والشرف ده المكان بتاعها حد معقول كده هيحس بتنميل هيحس بكهرباء هيحس بألم هيحس بوغز كأن فيه دبابيس كل دي الأعراض المبدئية يعمل إيه بقى الأعراض المبدئية؟ يجري على الدكتور بيم بقى العلاج الطبيعي ولا دكتور السكر؟ لزبط إحنا لا إحنا كلنا هنشتغل مع بعض كتيمورك واحد ليه لأن زي ما عرفت في أول الحلقة فريق عمل متكامل أه قلت إيه أنا مثلا بدأت مع طريقة العلاج اللي إحنا نتكلم عنها لو هو السكر بتاعه مش مزبوط فالأكسوجين هيروح للأوعية الدموية قليل وهتبدأ تتقفل الأوعية الدموية دي وهتبدأ ما تضخش دم كويس لو هو مش منظم السكر بتاعه يبقى أنا بشتغل بفتح الأوعية الدموية في طريق وهو بيقفلها علي من الطريق الثاني لو هو مش منظم السكر بتاعه طبع أنتوا بتفتحوا الأوعية الدموية دي بقى بإيه؟ هنقول بقى دلوقتي أه الأدوية أكيد اللي بيتفتح معنا ده إيه؟ يعني تعمله إيه؟ هجيت سؤال على بالويا بسي إحنا فيه نوع في الطب الحديث هو يعني الجهاز ده مش معروف قوي أو نوع العلاج ده مش معروف قوي أنا جبت فرسات الدكتوراه بتاعتي من بره بنعالج بحاجة اسمها منو كروماتيك انفراريد فوتو انيرجي دي معناها الطاقة الدوقية أحدية اللون نعم الطاقة الدوقية أحدية اللون دي عبارة عن جهاز في حاجة اسمها زي فوتون لاينت موجود فيه زي زي حاجة يعني حاجات كده بتطلع موجات يعني موجات فوق صوتية هي موجات دوقية أحدية اللون أحدية اللون طب ناخد عصام قبل ما نتخل في العلاج علو عليكم السلام أستاذ عصام تفضل نفضل والله أعز أكلم الدكتورة في حاجة استأذنك تعالي صوتك أكلم بس الدكتورة في حاجة سامعينا كيف عندهم تفضل طب منفضلك والله أنا راجل مريض سكر السكر بتجابة تعالي بيجي معي حدوده في الفاطر مية ودسانين عليشو ممكن السود أنا مسامعي والساين جوزت معي حوالي مية وعشرة مية وعشفين طيب الخط تقطع هو كلسه بيشرح السكر عنده درجاته طيب الجهاز ده حضرت الجبتيه من بره بتعاجه زي بقى به الأطراف احنا بقى بنحط البادات البادس بتاعت الجهاز لها بادة بتتحط على الأوعية الدموية اللي فيها الضيق زي في عندنا شريانين رئيسيين بيبقوا فيهم وهم اللي فيهم المشكلة يعني ايه هما مش لازم نقولهم بالعربي هما البسيطة بي دورساز بي دورساز بي هما الشريانين المسؤولين عن المشكلة دي بيتحط الجهاز دوان على الأوعية الدموية دي فيبدأ الهموغلوبين اللي جوه الأوعية دي بيمطس الموجات دي تمام فيقوم يزود البلاطفلو التضفق الدم التضفق الدم في الأوعية الدموية دي طيب يعني هو بيحفز الجسم بيحفز دوء ده اللي بيدخل ده بيحفز تضفق الدم داخل الشعيرات إن فيها المشكلة تمام لأن إحنا قلنا إن المشكلة هنا مش في السيستاميك سيركيوريشن كلها اللي هي العامة لا في شعيرات الدموية معين طيب إحنا قلنا كل مشكلة القدم السكري في الشعيرات الدموية الضيقة جدا الدقيقة جدا دي هي الجهاز ده هو اللي بيوسعه وبيخلي الدم يتدفقه بيخلي الدم يتدفقه بطريقة عامية جدا شالدنا نفهم بالزبط كده وفي حاجة تانية برضو يعني ده بيلحق الحالة من الأول قبل ما تقتل خالص ده بصي بيلحقها في حالة إنها لسه التهاب أعصاب طرفية ده بنعرفه عن طريق جهاز رسم توسيل الأعصاب بنقيس توسيل العصاب ونشوف كفاءة العصاب قد إيه تمام وبعد كده بعد كده بنقيس برضو بحاجة اسمها المونوفيلمنت ده جهاز بيقيس قوة الإحساس تمام إحنا في أنهي مرحلة من فقد الإحساس تمام تمام بعد فترة المشكلة دي لو تثبت هيبدأ يؤدي لضعف العضلات بتاعت المافصل لو سيبنا الموضوع في الأول ما يبقاش فيه ضعف عضلات تبقى الأعراض زي ما قلت لك في الأول تنميل وحدات منزل بعد كده يؤدي إيه إلى ضعف عضلات إيه المفصل نفسه يبدأ عضلات تبدأ ما يحركش إيده خالص مثلا يحس إن إيده ضعيفة ضعيفة إيدي مش قادرة يعني لو ستبت مش قادرة عصفر الهدوم لو مشكلة في الرجل تقولي مش قادرة تشير الشمطة مش قادرة تشير الشمطة تشير حاجة تقيلة وأحيانا في ناس يقولك أنا مش قادرة أمسك الموبايل على ودني بالزبط أو ما بمسك الموبايل شوية أي حاجة فيها مجموط زيادة لأنه طبعا الدورة الدموية فيها مشكلة وبالتالي الأعصاب الدورة الدموية دي بتديها فيها مشكلة وبالتالي بعد شوية العضلات كمان فيها مشكلة طيب لو أنا بتديت لحقة لو إحنا بنتكلم بقى خطوة خطوة للي كمان متابعينا اللي ممكن يقولك لأنا لسه نصوتش حالة دي بس أنا بتديت تحس فعلا بحاجة بتشكيني لو إحنا بتدينا من المرحلة الأولى دي دايما الكشف المبكر حتى في سرطنات السادية حتى في كل حاجة يقولك مهم جدا مرحلة العلاج لو بتدينا مشكلة لو قلنا المرحلة الأولى بتتحلو بنعملها بالجهاز الضوئي ده بعد كده بنكمل عليها بقى مدى الحياة ولا مش هرجع تاني إحنا بنعمل جهاز الضوئي ده وبنعمل مع حاجة تانية اسمح كومبريشون ستيرابي ده بيعمل إيه علاج للرجل عن طريق إنه هو حاجة فعلا بتعمل زي بامبنج زي جهاز الضغط فعلا دي بتزود حاجة اسمحها الفيناس ريتيرن بمعنى إيه الدم الخارج من الأوردة رايح للشرايين ده بيزيد جلسة مثلا كل دي ده الجلسة دي بتبقى يوم بعد يوم بنبدأ بقى على حسب بقى الحالة هي في أنهي مرحلة من مراحل اللي احنا قلنا عنها على حسب عدد الجلازات بنبدأ ثلاث مرات في الأسبوع من شهر لحد ثلاث شهور طيب تمام ناخد معانا تليفون استأذنك سامة أوكي علو علو زيك يا سامة الحمد لله لو سمتني ممكن أكلم الدكتورة أنا أعرفك حلو اسمك يا سامة شكرا اتفضل اه سمت يا دكتورة اتفضل اه انا عندي السكر باري 18 سنة انش عندك تم سنة 25 اه شكل صوتك صغير اه 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 جل من ونا الصغيرة اه اه فأنا جاوزت عندي 20 سنة والحمد لله خلفت على طول ومنتي كويسة ما فيهاش حاجة يعني طيب الحمد لله ربنا يدمها نعمة الحمد لله بس أنا مشكلة مش عارفة حمجت مرتين بعد كده وكنت الواحدة يعني ينزل الواحدة ومراتي أنا حامل وخايشة بقى موضوع ان ينزل تاني لأن كله عاد يقولي السكر هو السبب البيبي بينزل البيبي بينزل ياساما يعني نزل لوحده نزل لوحده اه طيب احنا كد فقرتنا اللي قبل دي على طول ياساما عن الحمل وكما عنا دكتور نسا وولادة أنا قلت باتصل بي باتصل بي باتصل بيك وقالولي بتنهم الفكرة طيب أنا حولك للكنترول يعني ده بعيد عن موضوعنا حقا كنت هتسأل برضو على موضوع السكر لا عشان رجلي أنا بتنسعني اه 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 ده موضوعنا دلوقتي اه ما هو بسبب السكر أنا عارف بس مش عارف عامل ايه في اللي فعانه اللي فريقلي دول هتبدأي ساما بس طبعا ما تكونيش حامل في الوقت بتاع الجلسات هتبدأي تعملي الجلسات اللي احنا اتفقنا عليها دي بتاعت الطاقة الضوئية او حدية اللون اللي احنا اتفقنا عليها دي هتبدأي طب والحاجات دي موجودة في اي مكان اكيد ساما هتسأل دلوقتي ألاقي فين الجهاز ده بصي هو موجودة بس مش في كل الاماكن طبعا طب اسمه جهاز علاج بالطاقة الضوئية وحدية اللون طاقة الضوئية وحدية اللون يا ساما علاج بالطاقة الجهاز ده اسمه طاقة الضوئية وحدية اللون طبعا احنا كمار هنكتب يعني عنوان الدكتورة والمركز وكل حاجة على صفحتنا على الفيسبوك لاني ما يدرش نقولها عشان هيبقى إعلان لو قلناه تمام؟ تمام يا ساما؟ طب تمام معلصي بس كالليه سؤال تاني اتفضلي بالنسبة يعني عشان موضوع الحمل والسكر اللي عندي طيب الدكتورة دلوقتي قالت السكر يعني لازم تنظم في الأكل طبعا احنا بنمشي نظام غزائي مع البرنامج اللي احنا قلنا عليه ده طوية يعني والدكتور لسه من شوية دكتوري من نسبة قال ان لازم الفترة بتاعت أول تلت شهور ست تأكل وتغزة وكده تمام تمام دي برضو انا مش عارفة وفقها منين ما يكل عشان الحمل ومنين ما يكلت عشان السكر لا 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 انتي يعني انتي بس فهمها غلط هو الدكتور قال دايما اول تهت شهور بيبقى فيه وحم ووحم والستة عايزة تنام فغزب ان عنه الجنين بيتغزى بعيد عنها يعني بقى ليه غزاء وخاص جاي من الضغط الضغط الدم لكن برضو قال ان التغزاء السليمة مهم انتي مش عشان عندك السكر فانتي مش عارفة تأكل لا خالص هو هو الغزاء البس متوازن وتاخد الدواء في مواعيده ما فيش اي حاجة هتحصل لك خالص لو انتي مريضة سكر بصي يا سامة بتمشي على نظام غزائي ما يبقاش يؤثر على السكر وفي نفس الوقت ما يؤثرش على الجنين بتتبعي برضو مع الدكتور ينظم لك ينظم لك شكرا على تلفونك يا سامة وان شاء الله تقومي بالسلامة وتبعي رجليك وما ما تطنشيش وما تهمليش النهاردة حلقتنا عشان انا كان نفسي اسامي المهشات بتاع الفقرة لم تطنش وما تهملش ما تعرفش اضراره ايه طيب يبقى احنا اتكلمنا يعني سامة مثلا قالت رجليك بتلسعني احنا قلنا بقى تنسعني يعني في كل واحد وقالك انا منمل انا بيلسعني انا معرفش يعني كل واحد بيحساب ده معناها ان احنا بدأنا في التهاب العصاب هي طيب وان ديابيتس اللي هو النوع اللي بيجي وفيه النوع التاني النوع الاول بيبدأ يظهر متأخر بتقولي كان عندي بقالي كذا سنة 15 سنة تقريبا قالت دي بيجي بيبدأ ظهور العلامات متأخر شوية طيب وان اللي هو بيجي لهم هما صغيرين لكن طيب تو بيبدأ يظهر ممكن يظهر مع بداية المرض وفيه ابحاث علمية قالت انه بيبرسيد الانسدس يعني ممكن قبل ما يجيله سكر يعني هو لسه عنده استعداد يجيله سكر يبدأ العيان يشتكي من تنميل في رجله يعني التهاب العصاب الترفية دون في طيب تو ساعات بيجي معي وساعات بيسبقوا أو بيبقى قرلي قوي قوي يعني بيبقى يعني ده بيبقى مؤشر نادلون مؤشر أو ضوء أخضر خلي بالك طالما انت عندك انت في طريقك للسكر أو طالما انت عندك سكر اللي هو بعد سنة الاربعين طالما انت عندك سكر فاحتمال كبير نحط دي يعني أسفرست كده لاني كان فيه ناس فيه ناس بتشتكي جدا من رجليها وتنميل وبعد كي يروح للدكتور يقول له اعملي تحليل سكر ما ليش عنده سكر لكن يعني احنا عرفنا بقى ان فيه وارد كمان ان جينا أعراض التنميل بتاع أعراض السكر طيب تو ساعات بيبرسيد الأونسة بيبدأ قبل بداية قبل إصابتي بالسكر قبل إصابة بالسكر أو تزامنا معه أو تزامنا معه في نفس الطبقة اللي هيجيلي فيه سكر طيب رجعلينا أستاذ عصاب طيب حددك عملت تحليل عارف في سكر أو ما فيش عن السكر عندي فاطر بيجي 190 أو 195 وصائل بيجي حوالي 130 أو 120 معي كل مرة كده كنت بأخذ دي ماكرون دي ماكرون كنت بأخذ الحبائك هستيجر على ساعتين ثلاثة من المستعملة تعمل لدوقة جدا جدا فبطنت منعطها خالص بأخذ يستيلي فاش بس اللي هو بعد الأكي اللي هو الخمسمية أو الألف اللي تخضون تمام تمام سؤالك واسم طيب فيه سؤال عايزة تسألول يا دكتور لأ تمام طيب شكرا هو بيسأل دي فيتين اللي هي الجلطة اللي بتيجي في الرجل ليها علاقة بأني أنظم السكر ولا لأ بص هو التهاب الأعصاب الترفية ليه علاقة بس طالما فيه مشكلة في الدورة الدموية في الجزء ده وارد طبعا اللي يكون ليه علاقة بالموضوع إنه هو عنده سكر ده وارد إنه هي تحصل ممكن ده يكون سبب من أسباب دي فيتين طيب خلينا بقد يعني ممكن عسام دخلنا برضو النقطة مهمة إن إحنا نقولها دايما مرضى السكر أحيانا بيجي لهم جلطات في رجليهم أحيانا بيجي لهم يعني انسداد تام تحس إن فيه دوالي دوالي زرقة جدا تلاقي الجسم القدم مورمة وعملة زي هدوب يعني ده برضو بيبقى من السكر وزي الرجل بتوصل للمرحلة دي ما هو المرحلة دي بدأنا بالتنميل بدأنا نسيبها العيان أو الأي حتى طبيعي أكتر بالوقت مدلد الرجلي وإنتي عندك الأوعية والأوردة مش شغالة على كفاءة عالية تمام وعيان السكر مش بس الدورة دوالي 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 بيبقى فيها مشكلة السيستامك كمان اللي هي العامة برضو بيبقى فيها مشكلة أي مشكلة كبيرة كل ده في مشكلة فطبيعي أني حتى من جر ما يعمل حاجة مع الدبندنت بوزاشن اللي هو بتاع الرجلي وإحنا عاديين مدلدلين رجلنا هيبقى فيه عرضة أن الرجلي تورم ده هيبقى وارد الأوعية الدموية الصغيرة اللي هي بتظهر زي دوالي ده برضو هيبقى وارد مع الوقفة الكتير وإنها مدلدلة رجليها برضو في وضع الجرافتي في وضع مع اتجاه الجاذبية ناخد ليلة ألو أيها مساء الخير مساء النور زي كمدام ليلة زيك يا حبابتي ممكن أكلم الدكتورة طبعا اتفضل بص يا حبابتي أنا عمري 67 سنة وعندي سكر قريبا 15 سنة وبأخذ أراس ماشي عليها بس أنا من سنة تقريبا حسيت إيدي الشمال فيها رعشة بسيطة والأطراف بالزاد دلوقتي زادت الرعشة وتقريبا بقى من تحت الشمال يعني بقى بقى من تحت برضو فيها الرعشة هل ده مضاعفات شكر طبعا سألت سؤالي في حاجة في رجليك لا رجليك عادية بس يعني فيها 800 بسيط ويفوق 200 بسيط كده وفي رساعة بتجيني كرامبات وفي نوم في السمانة في الكنين آه كرامبات في الكنين ضرب أدوية وكده لأنني باخد أدوية كوليفترول وضغط وثكر وكده يعني طبعا أعمل روح الدكتور مكو عصبة الرعشة بتاع بوقي وإيدي لأيرابية كده إيد واحدة هتحتاج تمام هقولك حاجة هتحتاج تعملي رسم عصبة على الإيد والرجل الأول نشوف سرعة توصيل العصب عندك أخبارها إيه وبناء على نتيجة رسم العصب اللي انت هتعمليها هيتحدد بقى القرار شكرا مادام ليلة على تليفونك بس هي فعلا ابتدت بتنميلة فلازم تروح بقى تلحق بس أنا احتاج رسم عصب برضو على الإيد وعلى الرجل عشان نشوف الرعشة دي هل العصب بقى إحنا قلنا أنه بيبدأ يأثر على الإحساس وممكن بعد شوية ياخد الموتور كمين اللي هو الحركة فهل الرعشة دي سببها ضعف في العضلات إحنا عايزين نعرف بس إحنا في أي مرحلة بس أنا بأشكرها لأنها ماشية الواضح على الأدوية لأن عندها من 15 سنة و67 سنة يعني بقى 50 سنة ماشية على مرض السكر وكمان كويس إنه لحظة الأعراض دي بدري بزبت كويس إنه نحن يبتدي نفكر عندنا وعي وإدراك إحنا حل بالنا في حاجة واجعاني في حاجة بتنمل لأن كنا زمان بنسكت على الموضوع لا والموضوع ده بيقضي المشكل فيه بقى حاجة كويسة كمان في العلاج في الأمر دون إنه إنه بتعمي الجلسات دي التأثير بيبتاعها بيفضل قد بيفضل عملها قد دي إحنا قلنا على حسب الحالة من شهر لثلاث شهور التأثير بتاعها بيفضل معيك على الأقل سنتين 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 كاملين الدورة الدموية كويسة يعني علاج لمدة سنتين سنتين ما تسأليش في القصة دي طب ده حلوة ما لم يحدث حاجة يعني طرقة طرقة مثلا حد تعور حاجة حصلت لحاجة زي كده يعني لكن بعد الجلسات دي إنشي الإفاكت معيك مستمر لمدة سنتين والحاجات دي كلها بس نحن نكتب لكم كل النصيح العامة على صفحتنا على الفيسبوك خلوني أشكر رضافتنا الجميلة التي كانت موجودة معنا النهاردة دكتور رانيا السيد استشارة للعلاج الطبيعي واسمنا بطب أصر العيني شكرا يا دكتور نورتينا بوجودك ومعلوماتك القيام شكرا يا دكتور مشاهدينا خلصت حلقتنا لكن أشوفكم بكري على خير وكل يوم معاكم نايف كلينك من الساعة 2 للساعة 3 كانت معاكم النهاردة إمام مختار ودائما معاكم على قناة النجوم نايل لايف